موسيقى رئيسة الوزراء الايطالية تترأس منتدى النمسا لتعزيز اوروبا الخضراء النمسا ترفض دعم اوكرانيا في حربها ضد روسيا تقرير صادم يكشف عن اخطاء قاتلة في مستشفيات فيينا ارتفاع حالات افلاس الشركات في النمسا النمسا تسمح بقتل الذئاب التي تهدد المواشي والسياحة من جديد فيينا هي المدينة الافضل للعيش بالعالم تحية طيبة الى حضراتكم النشرة الاخبارية المفصلة على النمسا ميديا لهذا اليوم وفي خبرنا الاول انطلقت اليوم في ولاية النمسا السفلة اعمال المنتدى الاوروبي الدولي حيث يشارك عدد من الشخصيات الدولية البارزة لبحث مستقبل اوروبا وترأست رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني الحضور وتم اعتماد شعار بناء اوروبا مرينة وخضراء وتنافسية للمنتدى واشار رئيس المنتدى الاوروبي مارتين اشتينغارد الى اهمية مناقشة تحديات المستقبل في المجالات الطبية والتكنولوجية والتنقل واستخدام الهيدروجين وتحديث الرعاية الصحية رفضت النمسا خطط المفوضية الاوروبية لتخصيص اموال اضافية لاوكرانيا لتمويل حربها المستمر ضد روسيا واعلن وزير المالية النمساوي ماجنوس برونر عن الرفض مشيرا الى عدم قدرة النمسا على زيادة مساهمتها في ميزانية الاتحاد الاوروبي بسبب الازمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع اسعار الطاقة دعم وزير المالية الالماني لندنر النمسا في هذا القرار مؤكدا ضرورة اعادة هيكلة ميزانية المفوضية الاوروبية واستخدام الاموال المتاحة بشكل صحيح تقدمت وكالة رعاية المرضى وحقوقهم في فيينا في بي بي اا بتقرير الى برلمان فيينا كشفا عن اخطاء خطيرة في المستشفيات والرعاية المنزلية ووثق التقرير العديد من الشكاوى التي تلقاها رؤساء الاقسام في مستشفيات فيينا الخريف الماضي وتشمل الشكاوى تحديد مواعيد العملية الجراحية بسرعة للمرضى الخاصين وصعوبة الوصول الى الرعاية والتشخيص الخاطئ الذي ادى للوفاة عدة مرات وطالب بتحسين الجودة وتوفير مهارات وموارد كافية افلست ثمانمائة واثنين وتسعين الشركة في فيينا في النصف الاول لهذا العام مما يمثل زيادة قدرها ثمانية فاصل ستة مقارنة بالعام السابق وفقا لتقرير هيئة الافلاس كما اظهرت الارقام ان اكثر من ثلث الشركات في النمسا تعاني من صعوبات مالية فيما ارتفعت الديون في فيينا بنسبة اثنين فاصل خمسة اي الى حوالي ثلاثمائة وثلاثين مليون يورو ومن المتوقع ان تصل حالات الافلاس الى حوالي الف وثمانمائة حالة بحلول نهاية العام وقد تأثرت صناعة البناء والتجارة بشكل كبير حيث تحتاج الشركات الى تقديم طلبات الافلاس في وقت مبكر لتفادي تدمير الاصول وتسوية الديون سمحت النمسا بقتل الذئاب بعد زيادة خطرها وتواجدها في المناطق السكنية وتهديداتها للمواشي في المناطق الغربية وزادت التوترات حول قضية قتل الذئاب حيث يعد قتلها في مناطق متعددة مخالفة للقانون الاوروبي وفقا للصندوق العالمي للطبيعة واشار ماكسيميليان براند هوبر المتحدث باسم منطقة تيرول الى انه اذنى ولأول مرة بالتخلص السريع من ست ذئاب في المقابل تم قتل خمس ذئاب في كيرنتن بعد زيادة هجماتها على المواشي وهناك خطط لقتل ثمانية ذئاب اضافية فازت فيينا بلقب افضل مدينة للعيش في العالم لهذا العام وفقا لتصنيف مجلة ايكونوميست البريطانية وتفوقت فيينا في العديد من الجوانب المهمة مثل الامان والمرافق العامة الممتازة والتنوع الثقافية فيما تصدرت كوبنهاجن وملبورن وسيدني المراكز التالية في القائمة مع تقدم بعض المدن في اسيا والشرق الاوسط وتراجعت بعض المدن الاوروبية مثل ستوك هولم روتردام لندن وباريس فيما لم تذكر اي مدينة في المانيا ضمن العشر الاوائل ومن المدينة الافضل في العالم فيينا قدمنا لحضراتكم نشرة الاخبار الرئيسية لهذا اليوم شاركونا بارائكم وتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم ليصلكم كل جديد كنت معكم انا هيفا القاكم في نشرات لاحق امسي سعيدة والى اللقاء اشتركوا في القناة